أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن له الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء وله حسن الثناء ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأصفياء الله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بمراضيه واجتناب معاصيه وأن نتتبع أوصاف المتقين لكي نخطو على نهجهم والتي نعرفها من خلال كتاب الله ومن خلال أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكي نسعى لتحصيل التقوى حقيقة وليس ادعاء فإن بها النجاة يوم لا من جاء منه إلا إليه جل جلاله كيف يكون المتقون وكيف نعلم أننا متقين أم لا طبعا لا ينبغي أن نطمئن لذلك علينا أن نبقى متهمين أنفسنا في صلاحنا حتى نحافظ على هذا الصلاح وحتى نستمر في هذا الصلاح فلا نقع في مأزق الغرور والعجب والرياء معاذ الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذن الناس على ثلاثة أصناف عندك ناس مؤمنين متقين وعندك ناس كافرين وعندك ناس منافقين ونستجير بالله من النفاق لأنه هو الذي يشكل خطرا على الإنسان الذي سلك في ضرب الإيمان فيزيغه عن هذا الدرب والكافرين الحمد لله إن شاء الله لا نكون منهم المتقين هنا المتقون ذكر لهم ذكرت هذه الآيات ثلاث حالات لهم علاقتهم بالله وعلاقتهم بالناس وبالبداية بدأ بماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب إيمانهم بالغيب فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان ذا تقوى إلا إذا آمن بالغيب فالإيمان بالغيب ليست مسألة ثانوية وليست مسألة مورد نقاش بالنسبة للمؤمن إذا كانت مورد نقاش بالنسبة إله يعني هو ليس بمؤمن ليش؟ لأنه هو الفارق هذه مسألة الإمام الغيب هي الفارق بينه وبين الكافر المادي الذي لا يؤمن بأكثر مما يحسه من المحسوس الذي يراه يلمسه يذوقه يشمه وما إلى هنالك عالم المادة لا يعترف بما وراء المادة فإذا كان الإنسان لا يؤمن بالغيب يعني لا يعترف بما وراء المادة يعني لا يعترف بما لا يراه بما لا يستشعره بحواسه فإذا كان لا يؤمن بما لا يستشعر بحواسه فهل هو يستشعر الله سبحانه وتعالى بحواسه؟ وكل شيء من الأمور الروحية والمعنوية كل الأمور التي دلت عليها الدلائل القرآنية والحديثية كثير منها لا يستشعرها بحواسه لا يستطيع أن يدركها من خلال المادة فإذا لم يؤمن بالغيب ليس مؤمنا بالله وليس مؤمنا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى فهو غير مؤمن بالرسالات إذا لم يكن مؤمن بالله المسألة ليست فقط أنه أسم مؤمن الأسم لا يكفي الإيمان هو حالة قلبية كما تعلمون عقد القلب يعني يحتاج إلى قناعة إلى معرفة إلى علم فإذا توثيق مسألة الإيمان بالله في قلوبنا مسألة قوية مهمة جدا تقوية الأدلة على الإيمان بالغيب لا بد منها لا بد من التثبت والتثبيت هذه المسألة وعدم الوقوع في التشكيكات فإذا حصلت تشكيكات شبهات على الإنسان أن يبادر لردها للتعرف على حلولها نعم قد تمر بعض التشكيكات يغفل عنها الإنسان لا يعرف كيف يجيبها هو يعلم بأنها باطل لأنه أصل إيمان بالله قوي إن شاء الله ولكن لا يعرف ولكن إذا تركها قد تبدأ تآكل تأكل إيمان قليلا قليلا من حيث لا يشعر فليتعرف وليوثق هذا الإيمان ويقويه في قلبه الذين يؤمنون بالغيب فإذا هو شرط في ذلك وهذا عالم المؤمنين بالغيب عالم أوسع بكثير من عالم من الماديين لأن عالم المادي ينتهي بانتهاء المادة بانتهاء حياته بانتهاء المحيط الذي يعرفه ويلمسه ويستشعره هكذا حدوده بالنتيجة أما عالم المؤمن فواسع يعلم أن هذا الذي يستشعره ويستطيع أن يتعرف عليه بواسطة النواحي المادية مرتبطة بالدنيا فقط هذا جزء بسيط من العالم الواسع الكبير أن حياته لم تنتهي بموته وإنما تغيرت النوع الحياة تتغير وإنما هو سيأتيه بعد ذلك هو الأهم وهو الأكثر وهو الأعظم وهو الأجدى منما المادي تنتهي حياته هنا ليس عنده بعد ينعكس ذلك على صفاته ينعكس ذلك على أخلاقه ينعكس ذلك على دوافعه فيه تعطيه مع الآخر ومع واقعه في هذه الحياة فالذي يرى أن هناك بعد آخران يكون عمله بما يناسب ذلك البعد أما الذي لا يوجد عنده ذلك البعد فتنتهي الأمور عند مصالحه المادية نعم قد نجد أصحاب أخلاق ولكن غالبا لأنها تدخل في موازنات مصالحهم المادية من من ليس بمؤمن ولا يقال أننا نرى من المؤمنين منهم ليسوا أصحاب أخلاق ليسوا أصحاب مبادئ لا تتناسب أفعالهم مع إيمانهم نقول نعم هؤلاء إيمانهم فيه نقص عليهم أن يراجعوا حساباتهم حتى تتطابق أعمالهم مع ما يدعونه من الإيمان والإيمان بالغيب واسع ولسنا في مورد بحثه ولكن من الإيمان بالغيب الذي هو شرط في النجاة هو الإيمان بالإيمان الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فإن بعض الروايات تشير إلى أنه هو الغيب المقصود بهذه الآية ونعم فإن من الأمور التي تسبب التشكيك كثيرا عند أهل التشكيك هو مقضية الإمام المهدي تحتاج إلى إيمان بأصل الغيب وثقة به بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الأدلة العقلية المتصلة بذلك حتى توصلنا إلى الإيمان بهذا الغيب الذي ينقذ الدنيا والذي به حفظ الوجود الأمر الثاني هو ماذا ويقيمون الصلاة يثبتون رابطتهم الصلاة بالله سبحانه وتعالى يقوونها يعتمدون على هذا القادر العظيم الحكيم الذي لا يظلم أحدا العادل وبالتالي عندهم عماد عندهم قوة عندهم طمأنينة لهذه بسبب هذه الصلة العظيمة التي تنظم حياتهم وبالتالي تؤمن آخرتهم ومما رزقناهم ينفقون فينفقون هذا يتعلق بالتعاطي مع الآخر التعاون التكافل الاجتماعي العمل في المجتمع هذا أيضا للمتقي للمتقي دور في ذلك لا ينبغي أن يتجاهله لا ينبغي أن يفر منه فلأجل حفظ هذه الصفة صفة التقوى عليه أن يكون ممن رزقناهم ينفقون والنفقة كما تعلمون نفقة واجبة ونفقة مستحبة وبالنفقة المستحبة يتدرج الإنسان في مدارج الكمال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون فإذن شرط أساسي ليس فقط الإيمان بالغيب الإيمان هناك نتائج للإيمان بالغيب وهو الإيمان بالآخرة الذي لا يخفى ما فيها من ضبط لأمور الإنسان لأنه إذا عرف الإنسان أن هناك ثواب وعقاب فبالتالي سينظم أعماله وحياته على أساس هذه المعرفة فمسألة الإيمان بهذا الجزء من الغيب أيضا ضروري جدا ولا ينبغي أيضا التغاضع وعدم توثيقه في النفس ثلاثة أربعة أشياء ينتبه لها الإنسان لكي يطمئن أو يطمئن أنه سائر في ضرب التقوى لا أنه متقن أنه سائر في ضرب التقوى فيكون ممن نتيجته ماذا؟ أولئك على هدن ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر صدق الله العلي العظيم